الخبر أولا عدنا عن قمر الطاي والشي الغريب اللي قاعدني يصوروا إياها فاليوم اليوم الثالث اللي يضغيب بي عن السوشيال ميديا مجرد مبارحة نزلت هذا التيك توك ولكن بعد حذفته من الإنستجرام الإعلان مالته هذا يكيد يكون شيء مضايقة يا حباي بشيء مدعي لها الأغلب متوقع طبعاً منسبب أن نومار رجع صوره يا حبيبتي السابقة اللي هي ليست ورجع وصورون تيك توكاته مع بعض مخاطئ مثل القبول والأغلب يتوقع أن قمر تحب نور في هذه الآلانة فكتبوا لكم التالي ومتوقعاتكم لهذا الموضوع أما باللسبة نومار يا حبيب فهم من هو يصدم العالم عن طريق تنزيل هذه السوري يديعلم من خلاله أنه بعد 11 يوم بتاريخ 13-12 رح ينزل شيء يصدم هويناس ستكون مفاجأة طبعاً العالم كلهم مستغربين وسبب أن هو قال هذا الشيء بعد ما التقوي يليس وصار صوروني بعض فالأغلب يتوقع المفاجأة ستكون هوي إعلان حبويها ورح يرجعون صوروني بعض يا ما رح تكون عبارة عن أغنية وما درس رح تمنى لكم التالي وتوقعاتكم ننتقل حالياً ناري نبيوتي وتهجم المتابعين عليها فنزلت على تيك توك حسابها هذا المقطع رح توقعكم يا شوفو طبعاً هذا الشيء اللي خلها تعرضت تهجم بشكل مطبيعي كما تروني يا حبايب يكتبينها لانتبهي تقولي عنك مسلمة متأكدين انك مسلمة بسبب ملابسها يا حبايب بنفس الوقت توقعوني الكومنتات هل كانت تتحقق إذا تجم متعرضت لا أو لا ننتقل حالياً نور السار وتزيلها هذا الشيء اللي كانت بيكلش فرحانة على مرور سبع سنين حالياً منذ دخولها اليوتيوب طبعاً إن شاء الله ألف مبروك نور السار إن شاء الله من نجاح النجاح يا رب ورح توقعكم الهيستورية تشوفوها أبن سبع سنين نزلت أول يوتيوب فيديو إلي على اليوتيوب واليوم أنا كثير متأثرة طبعاً من الصبح لهلأ أنا بفتكون أبوضابي وقت كثير مشغولة وصلا أطلعت من الإفنت صلي ساعة هيك قاعدة بس عم بتأمل هاليوم بنسبة لأحمد أبوروب في النزاشة التستوريات يطلب المتابعين أن يسئلوا أسئلة بينما لأسئلة المهمة جديدة إنه مش وقت ناوي تتزوج شوفوا جواب يا الله سؤال يا الله يا جماعة أنا ما بزبط أتزوج أنا في كثير نساء في حياتي وكثير نساء بنجذبوا لي فأني صعب يعني صعب واحد زي كثير وبنضاف السيلون لماذا أنت برحت الدبي قال أن الشركة هي مدعاعتها واللي غفلها ذا ما ترح الدبي يلتقي اليوتيوبر الروح المريانة من الوضع هي أحباب أنه هي الزهلانة فنزلت هذه السوري تحطي بصورته وكاتبع عليها الدعواتكم لو أبعكم شي مزعلها اكتمنوا لكومنتات شون توقعون شي مزعلها ولكن المتابعين يسألون ماذا ردت فعل يارا بعد أن النور لا يصور حبيبتها السابقة ولكن يارا لا توقع أن يارا هي حبيبتها السابقة ولكن يارا لم تنزلت أي شيء على حسابها تابل اي انستغرام والأي شيء فكل سيقولون أنها مكتابة وزعلة لا أدري أن أكتبوا لكومنتات شون توقعاتكم وصلوا لها وصلت المقطع توني أعجبكم نتسوك تجرون هذا المقطع بالليكات وبيس لكي أفزي مقاطع من قصص أحبكم ومع السلامة